طبعت الإمارات مؤخرا علاقاتها مع إسرائيل واحتفى مسؤول البلدين كثيرا بتلك الخطوة التاريخية ومن نتائجها صفقة لشراء نادي بيتار القدس الرياضي هذه الصفقة جمدت الآن وتحولت فرحة التطبيع إلى تساؤلات أما سبب تجميد الصفقة فقد أحدث غضبا في الإمارات أكثر منه في إسرائيل الصفقة أبرمت قبل شهرين وبلغت قيمتها 90 مليون دولار أمريكي ووقع الشيخ حمد بن خليفة الانهيان الاتفاقية وبمجبها يحصل على 50% من ملكية النادي واتعهد بضخ 92 مليون دولار في شكل استثمارات في النادي في العشر سنوات المقبلة ها هو يظهر في هذه الصورة وهو يوقع برفقة موشي حجيج أحد مالكي النادي الإسرائيلي الإماراتيون لم يتوقعوا أنه بعد أقل من شهرين سيكون مصير الصفقة هو التجميد وهذا بعد تحفظات من لجنة حقوق الملكية في اتحاد كرة القدم الإسرائيلي كانت الصفقة بمثابة الاستثمار المالي والسياسي بالنسبة لأبوظبي خاصة بعد موجة من الاستنكار لشراء هذا النادي بالذات وليس غيره لمن لا يعرف نادي بطار القدس فهو من أقدم الفرق الإسرائيلية من الدور الأول وفاز بلقب بطل الدوري ست مرات ومن أنصاره رئيس الوزراء بنيا من نتنياهو لكن ليست المشكلة في النادي المشكلة في جمهور النادي في جمهور بطار الذي يعرف بتوجهاته اليمينية المتطرفة المعادية للفلسطينيين والعرب والمسلمين فهكذا مثلا استقبل لاعبان ششانيان مسلمان من طرف عدد غير قليل من مشجعي النادي في عام 2013 بينما قال مراقمون أن اقتحام الإمارات لهذا المجال سيغير نظرة الجمهور للعرب وهذا في حد ذاته مكسب إذا تسألتم عن الأسباب التي دفعت بالجانب الإسرائيلي لتجميد الصفقة فهي تتعلق بالمشتري أي شيخ حمد بن خليفة الانهيان فالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم له الكلمة الأخيرة في إتمام أي صفقة من هذا النوع هذا الاتحاد رحب بتطبيع العلاقات بين البلدين وبصفقة شراء النادي وفي آخر اللحظة طلبت لجنة خاصة بنقل الملكية تجميلها فقد كلفت شركة ميجيدو وهي شركة إسرائيلية متخصة في التحقيقات المالية لجاء تحقيق حول ثروة الشيخ الإماراتي فطلب منه مرتين وثائق تتعلق بثروته وأصوله ولم تحصل الشركة على جهة حقوق والملكية عليها وتبين من خلال التحقيقات هناك خلل في الأرقام المتعلقة بصاف ثروته والرقم المعلن عنه وأن جزءا كبيرا منه يتعلق بديون فنزولة وليس بأصول ثابتة وآمنة أي باختصار مسألة نزاهة مالية والقول للتحقيقات الإسرائيلية الكثير من وسائل الإعلام تحدث عن نهاية الصفقة وعن فشلها لكن لا يبدو هذا صحيحا فقد تواصلنا في ترندنج مع السافنة السافنة هوم المتحدث الرسمي باسم فريق بيتار جورسلم فقال بعد طلب لجنة الاتحاد مزيد من الوثائق فإن مالك النادي موشي حجيج قرر السفر إلى دبي للتشاور مع الشيخ حمد بن خليفة آل هيان بسبب الإغلاق ووقف الرحلات لا يمكن السفر إلى دبي فقررنا سحب الطلب وسنتقدم بطلب جديد في الوقت المناسب وكل ما قيل عن فشل الصفقة ونهايتها هو عار عن الصحة وهذا ما أعلننا عنه في تويتر كان المتحدث باسم النادي يقصد تغريدة نشرها موشي حجيج في موقع تويتر قال فيها موشي حينها قررت وسائل الإعلام أن صفقة انهارت وانتهت والآن عليكم أن تثبتوا حقيقة ما قلتم الصفقة لم تنتهي وهذا مجرد خبر زائف سوف نعلن عنها بطريقة منظمة أما هنا خالد الرويشان فيقول معلقا تعرضوا أموالكم للصهاينة ويرفضونها عجبي من الدنيا والذليل من أذله الله أما هنا أمير النعامي وهو يقول أيضا برأيه في تغريدة يعني رضينا بالصهاينة والصهاينة مش راضية فينا أو مش راضية علينا شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر